واذا تعرف لماذا لا نصموش كذلك الدول الأخرى وأن العهد غالبا نهار الأربع عشره أبدا أولا لم نصموش ولم نعيد أغلب الأحيان مع دول الشرق حيث الموقع والحجم الهلال يختلف حسب البلاصم الذي نرى ثانيا تقوم الفلاكي الحديث قدر يعطينا أنه يدخل القمر في الدورة الجديدة حول الأرض والتي تلقائيا تكون بداية شهر جديد والتي تسمى بالاقتيران المركزي وهذه الحسابات والتوقعات تكون بدقة عالية ولكن لماذا لا يعملون بهذه الدول هناك يدخل تأويل الديني هو أن الصيام كيكون رؤية الهلال ماشي تقوم الهلال يعني بدرجة قاعدوا كالحسابات مزيانية ولكن ما نصمونا نعيده حتى نشوفوا الهلال بالعين لمجرد وهنا فين نغنبوه على المغرب في 2015 لأردني محمد شوكة عودة ليو عوض في الاتحاد الفلك الدولي قال في الترس الحسني لك بنقدام الملك محمد السادس فإننا نهنئكم في المملكة المغربية على نهجكم المعتمد في مسألة رؤية الهلال فأنتم ويحق لكم أن تفخروا أفضل دولة في العالم الإسلامي في تحديد بدايات الأشهر الهجرية باعتماد رؤية الهلال شرطا لبدء الشهر بحيث أنه كتن مراقبة لهي المنطار الفرق الرسمية في أكثر من مئتي الموقع في مناطق متعددة في المغريض وحتى القوات المسلحة كتشارك في العملية انتف نظارك وش ممكن أن تعمد على تقوم الفلك التنظيم للحياة العامة بحل ما تلا تحديد عطاة العيد من قبل ولا لا اشتركوا في القناة